السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعية الأعزاء وكل عامل وأنتم بخير النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو البيض غير المخصب أو البيض اللي هو بيكون رايق أو البيض اللي هو ما بيكونش فيه جنين بيض رايق أو بيض غير مخصب إيه الأسباب اللي بتأدي إلى البيض إنه يطلع بيض مفيش فيه جنين وبيض غير مخصب طبعا عندنا أسباب كتيرة جدا وطبعا دي مشكلة بتبقى يعني مشكلة يعني مش كويسة لأن طبعا الإنسان بيفضل ينتظر يعني الأنثى بتحضن البيض كويس أو بترؤد على البيض كويس وبعدين الإنسان بيتفاجأ إن بعد هذا التعب وبعد يعني الانتظار الطويل ده هو نلاحظ إن البيض غير مخصب طبعا المشكلة دي لها أسباب كتيرة جدا لازم حضرتك تسمع الفيديو للنهاية الفيديو ده فيه معلومات مهمة جدا وكمان هنتكلم إزاي إن انت تحفز الذكر على إن هو يلقح ويحصل عملية التزاوج يعني فيه ناس كتيرة جدا طبعا بتسأل إيه الأسباب؟ أول حاجة طبعا إن ما تمش التوالف بين الذكر والأنثى يعني الذكر أو الأنثى مثلا رفضة الذكر أو الأنثى مش عايزة تقرب من الذكر فبالتالي الأنثى وضعت البيض يعني قبل ما يتم عملية التوالف ما فيش بينها وبين الذكر استلطاف ما فيش بينها وبين الذكر حب بتلاحظ إن هي بتنفر وبتبعد عن الذكر وطبعا إحنا عارفين إن علامات التوالف إن الذكر يأكل الأنثى إن الذكر يقرب من الأنثى إن الذكر يداعي بالأنثى في رأسها زي ما احنا شايفين كده في الفيديو دي علامة مؤكدة إن بتقولك إن فيه توالف وفيه حب بين الذكر والأنثى وقدم فيه توالف وحب يعني هيحصل فيه تلقيح إن شاء الله طيب يبقى أول حاجة لازم يحصل التوالف لو إن الأنثى وضعت البيض قبل ما يحصل التوالف يعني هل يمكن للأنثى إن هي تضع البيض من غير ذكر آه عادي خالص حتى لو ما معاش ذكر ممكن إن هي تضع البيض وحتى لو ما تمش التوالف بينها وبين الذكر برضك ممكن تضع البيض ما فيش فيها أي مشكلة الأنثى ممكن تضع البيض حتى لو ما فيش معاها ذكر حتى لو هم يعني أنثتين أنثتين وبيضعوا البيض عادي يعني مش شرط ان الذكر يلقحها عشان تضع البيض لا هي كده كده هي ايه فترة الطابوت كده كده بتضع البيض فاول سبب من اسباب البيض غير المخصب ان ما فيش توالف الانثى لا تطيق الذكر ولا يستطيع الذكر ان هو يقرب منها الحاجة التانية ان ممكن يكون الذكر صغير فتلاحظ ان احنا بنقول دائما ان انت لما تجي تشتري الدرة بالذات الدرة فلازم يكون الكلام ده كله بينطبق على جميع انواع العصفير وعلى جميع انواع الباب غوات لازم يكون الذكر اكبر من الانثى عشان يقدر يسيطر عليها لان الانثى طبعا بيكون هي الاقوى يعني نسبيا يعني بنلاحظ ان الانثى هي اللي بتضرب الذكر في الاول فبنقول ان الانثى لازم تكون يعني اصغر من الذكر قليلا او الاتنين يكونوا بنفس العمر يعني قلنا ان الانثى بتبلغ قبل الذكر يعني الذكر بيبلغ على ثلاث سنين الانثى بتبلغ على سنتين يعني ممكن الانثى تضع البيض على سنتين لكن يفضل ان هي تضع البيض من عمر ثلاث سنين لان طبعا لو انت شغلتها وهي صغيرة هيحصل مشاكل كثيرة جدا منها مثلا احتباس البيض فبنقول ان اهم شيء ان انت لازم تشوف عمر الذكر ماينفعش بقى واحد يقول لي مثلا ان هو عنده ذكر سنة ونص والانثى عندها سنتين تموه طبيعي جدا البيض هيطلع غير مخصب فلازم يكون الذكر بلغ ثلاث سنوات يعني برضك ممكن تلاحظ ان في واحد عنده ذكر اشتغل على سنتين ونص والبيض طلع مخصب انا بقولي الافضل ان يكون الذكر بعمر ثلاث سنوات يعني يكون الطوق بتاعه اكتمل الطوق حوالين العنخ ويكون اكتمل في الكوكتيل في اي حاجة لازم يكون الذكر اكبر من الانثى طيب تعال اكده نشوف برضك العامل التاني بقى الكلام ده مهم جدا نخلي بالك كويس جدا عشان الذكر يخص بالانثى ممكن يكون الذكر دهوت يعني الذكر اكبر من الانثى والذكر بالغ وكمان المتولفين يعني في بينهم حب والذكر بيأكل الانثى وبردك البيض بيطلع غير مخصب البيض مفيش في جنين البيض رايق ليه؟ اه ده ممكن يرجع بقى الى ان الذكر نفسه ما عندوش خبرة ما عندوش خبرة بعملية اللقاح وعملية التزاو طيب المشكلة دي نعمل فيها ايه؟ يعني بعض الخبراء بينصحوا ان انت في اول مرة اصبر على الذكر يعني البيض طلع غير مخصب فطبعا ايه اصبر عليه للمرة التانية ممكن لسه هو ما تعلمشي لسه ما عندوش خبرة اه طيب خلي بالك واس جدا ان انا ممكن اعمل طريقة حلوة جدا الطريقة دي هي ان انا اجيب مثلا شاشة لابتوب اه او اجيب محمول اه والمحمول دوت فيه اه يعني ذكر ذكر الدرة مثلا او ذكر الكوكتيل ايا كان النوع ذكر الكوكتيل وهو بيلقح الانثى وهو بيعمل عملية التزاوج ويخلي البابغاء اللي عندي يتفرج على شاشة العرض او يتفرج على المحمول اللي معايا اه والذكر بيعمل عملية التزاوج فانا بحفزه وبعلمه وبخليه يشوف الطريقة بالزبط اللي يقدر يمارس بها اللقاح والتزاوج دي هي نوع من انواع ان انا بعلمه بديله خبرة فانت ممكن لو الذكر عندك ما عندوش خبرة مش عارف يعمل عملية التزاوج صح انت ممكن تفتح اللابتوب وتجيب كده ايه ذكر الدرة يلقح الانثى او يتزوج الذكر مع الانثى وتفرج الذكر زي ما احنا شايفين كده في الفيديو تفرجه على المشهد دوت وتسمعه اصوات التزاوج لان لما يسمع اصوات التزاوج اللي هيحصل انه هو هتحفزه على انه هو يبدأ يمارس اللقاح بطريقة صحية ايضا من الاسباب اللي بتقدي الى مشكلة البيض غير المخصب وغير الملقح اللي هو العصايا اللي انت بتحطها في القفص العصايا اللي البابغاء بيقف عليها او جزع الشجرة اللي انت حطه في قلب القفص العصايا دي ممكن في تلاحظ ان انت وانت بتشتري القفص بتلاحظ ان فيه مجسم كده بيكون قطعة من البلاستيك قطعة البلاستيك دي بتلاحظ ان هي بتروح وتاجي فطبعا لما الذكر بياجي يلقح الانثى على القطعة اللي هي يعني هزازة دي ومس ثبتة لما بنلاحظ ان القطعة الخشب غير ثبتة مضطربة فطبعا دي بتخلي الذكر لا يتمكن من عملية اللقاح الجيدة او بنلاحظ ان الافص غير ثابت او ان انت حاطت العاب في الافص يعني العاب او اشياء حاطتها في الافص يعني هزازة الاشياء الهزازة دي طبعا لما الانثى بتقف عليها الذكر لا يستطيع ان هو يتمكن من عملية اللقاح أيضا من الأسباب اللي بتجي على البيض غير مخصة بأن الأنثى أصلا لا ترقد على البيض أو لا تقوم بتحضين البيض تحضينا جيدا تلاقيها شوية تنام وشوية تقوم شوية تنام وشوية تقوم فطبعا البيض طبعا لن يستطيع الجنين أنه يتكون البيض طبعا بيبرد البيض بيبوز البيض فسد لأن الأنثى لا تحضن البيض فالعيب ليس هنا في الذكر العيب في الأنثى اللي كل شوية تنام وشوية تقوم ومضطرب فالعيب هنا بيكون في الأنثى فأنت حاول أنت تهدئ الأنثى حاول أنت ما تدخلش عليها وطبعا إحنا عملنا فيديو عن مشكلة عدم تحضين البيض هسيبه لكم في الوصف أو في أول تعليم أيضا من الأسباب اللي بتأدي إلى مشكلة عدم تزاوج الذكر مع الأنثى يعني الاتنين متولفين الذكر يعني يفضل طول النهار يغازل الأنثى لكنه مش عايز يعمل عملية التزاوج مش عايز يعمل تزاوج كامل هو بس وخلاص عمالي إيه يعمل في دماغة بس وخلاص يا عم التحرك ما فيش فايد فطبعا المشكلة دي بترجع إلى أسباب أول حاجة ممكن يكون الذكر نفسه عنده مشكلة في الجهاز التناسولي عنده اتهابات نتيجة التلوث فأنت طبعا قبل الموسم كان لازم أن تحط له مددات حيوية أو تحط له قرص علاجي عشان تقي البابغاء من المشاكل التناسلية أيضا كذلك أيضا لازم أن تكون منظف القفص كويس جدا التغذية تكون جيدة جدا الحاجة اللي بعد كده أيضا اللي بتأدي إلى مشكلة عدم التناسل والضعف الجنسي اللي بتخلي الذكر لا يقبل على عملية التزاوج إن الذكر بيكون مشحم أو يكون مليس يعني الذكر يكون مليس حوالين صدر الذكر تلاحظ لو أنت بتمسك الذكر بتلاحظ أن الذكر جسمه كلاته بقى دهون ويعني بقى سمين جدا فالسمنة بتأدي إلى الضعف الجنسي فإنت لازم أن أنت طبعا تقدم للذكر وجبات غذائية متكاملة تحاول أنت تحطه في قفص واسع عشان أنه يفقد كثير من وزنه تحاول أن أنت طبعا تقدم للذكر الخضروات الخضروات مهمة جدا مهمة جدا جدا بالذات في فترة وضع البيض طبعا إحنا قلنا الخص الخص ده مهم جدا زي ما احنا شايفون كده في الصورة الخص الجرجير الفجل الكوسة الأكل اللخضر أو الخضروات والفكهة وعدم الاعتمادك على طول على الحبوب وطبعا الاكثار من عباد حبوب عباد الشمس طبعا بتأدي إلى مشاكل وتأدي إلى التسمين المفرط وده كله بينعكس على الضعف الجنسي للذكر كذلك أيضا لو أنت واضع الطيور ديت في درجة برودة جديدة جدا البرد الشديد بيأدي إلى الضعف الجنسي وبيخلي الذكر لا يقوم بعملية التزاوج فطبعا لما يكون فيه برد بيحصل انكماش بيحصل ضعف جنسي ولذلك الطيور ديت بتضيط فيه الربيع في وقت درجة الحرارة بتكون فيه معتدلة فطبعا لما يكون الجو برد جدا هذا بيؤثر سلبا على الطاقة والقدرة الجنسية لدى الذكر وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد وفي نهاية طبعا لما يكون ربيعات التزاوج